في البحر أو المحيط دفعت العقوبات الخانقة على إيران إلى اعتمادها على لعبة التفاف وتموي لعبة العالم والاسم تنزل الأول وتغير الثاني تغيير الهوية لم يقتصر على جريس ون أو أدريان داريو ون التي ظلت هائمة في المتوسط إلى أن رست على ما يبدو في الميناء السوري فشركة كيبلر المختصة بالبيانات كشفت أن طهران غيرت أسماء ثلاث ناقلات عملاقة محملة بشاحنات نفط خلال الأسابيع الماضية لمنع اكتشاف هويتها فسيد دراجون غيرت اسمها إلى نيكسو ومينكزو تبدل اسمها إلى أرتيميس وكذلك غيرت جاز انفينيتي اسمها إلى إيكوستار التبرؤ من كل ما هو إيراني الهوية أو الشبهة ليس استراتيجية طهران الوحيدة للتحايل على العقوبات فكيبلر كشفت أيضا عن استراتيجيات أخرى منها إغلاق أجهزة الإرسال ونقل شحنات النفط من ناقلة إلى أخرى في البحر بعيدا عن اليابسة إيران التي تستخدم الصين كمستودع لتخزين نفطها تقول شركة البيانات إنها نقلت 181 ألف برميل نفط يوميا إلى بكين الشهر الماضي وليس معلوما إن كان النقل بغرض البيع أو التخزين محاولات التخفي والتنكر هذه يبدو أنها تعاني صعوبات عدة فالإحصائيات تشير إلى انخفاض نقل النفط الإيرانية في الخليج العربية لمقدار نصف الشهر الماضي مقارنة بسابقه ترجمة نانسي قنقر